أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وكازاخستان مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين مجالس البلدين لما لهما من جذور تاريخية مشتركة جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الكازاخي برلان كوشانوف حيث يزور كازاخستان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي وأوضح عبدالرازق أهمية زيادة أعداد السائحين الكازاخيين إلى مصر مشيراً أيضاً إلى حرص مصر على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين من جانبه أشهد رئيس مجلس النواب الكازاخي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرات الأخرى مثل استراتيجية مصر 2030 مؤكداً استفادتهم من التجربة المصرية والإصلاحات التي تشهدها مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر